السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية مجددة لكم أحبابي في بقاع العالم بالحب نلتقي وعلى الفن نجتمع وسيلتنا الرسم والفن غايتنا الإصلاح والإبداع يوم جديد والدرس جديد ومنظر جديد أسهل طريقة لرسم أو لكيفية رسم الجبال والبحيرة في منظر طبيعي فشدوا معي الرحال وتابعا الماء للإدماج مرة أخرى كما سترون نحاول ما أمكن دائما هذه العمليات لإدماج الماء نعتمد عليها في رسم المناظر الطبيعية فإنها ضرورية وتسهل على أحبابي كثير من العمل بطبقة خفيفة نحاول ندوز الماء ثم نجيب اللون الأبيض والأسود والتركوز اللي هو خالط من الأزرق والأخضر وندير لون خفيف لفوق كنقسم باللوحة كيف ما غتشوفو وهد العملية كتتم وطبقة الماء لا زالت لم تنشف من أجل ليونة السباغة كيف ما كتلاحظو الآن فرشات عريضة ونحاول دائما ندير طلع ديالي بفوق ثم نجيب درجة أخرى من التركوز وكنخفف بها اللون اللون خفيف كيف مشته أحبابي ودائما هذه العملية في جو من الليونة والسلاسة ثم ندير اللون تركوز الآن من الفوق وكنجيبو تدريجيا بش يدوب مع اللون تحت ويكون وحد تدرج لوني جميل جدا كيف ما غتشوفو أحبابي لاحظو اللون تركوز ولاحظو السلاسة في المعاملة مع اللون والصباغة لأن طبقة الماء كتساعدني الآن اللون تركوز لاحظو اللون تركوز وغنضيف عليه اللون الأخضر بش يعطيني واحد اللون مزيج من تركوز والأخضر ومستنبط من الألوان دي السماء ويكون عكاس وتناغم وغنضير طبقة لتحت كبوحيرة نحاول نرسم بوحيرة بنفس الفرشات ودائما نقسم اللوحة إلى قسمين لتحت ألوان السماء لتحت الفوق ألوان السماء لتحت لون البوحيرة ثم نقطر ونخطط الجبال بطريقة سهلة والجبال غير يأخذوا لي المساحة وسط اللوحة مباشرة بكل سهولة نجيب اللون بنفسجي والأبيض والأزرق والأسود لاحظو كيفاش غنضمجد الألوان وكيفاش غننخرج طبقة دي اللون رائعة وجميلة لاحظو اللون بنفسجي والأسود والأبيض لاحظو الطبقة والدرجة دي اللون وغنضير طلاء دي الجبال دي اللون الأول أو لون الضل أو العمق لاحظو طبقة دي اللون ودرجة اللون بسرعة نحاول ندير الطلاء ديلي بكل السلاسة وسهولة كما العادة ثم نجيب اللون تركوز ونحاول ندعم ألوان السماء الفوق بضربات من الفوق وطبقة يعني خفيفة واخدى اللون من عكاس المياه التحت كيف ما كتشوفو ثم اندمج اللون مع الألوان أخرى لاحظو باش تبقى واحد الخفاء ويبان اللون دائب ومندمج الآن لون أبيض وغنرسم السحاب فرشات الأنجولو الجميلة ورسم السحب ديلي مباشرة فوق الجبال يعني على مستوى خط الأفق لاحظو الطريقة اللولبية الدائرية اللي كنصنع بها الموتيف ديال السحب كيف ما شته وكنحاول دائما لعب بالفرشات من كل النواعي من الجهة اليسار والجهة اليمين باش تعطيني دائما الموتيف وتجي السحب دائرية مولولة كيف ما كتشوفو ولا لاحظو دائما السحب على مستوى خط الأفق مباشرة وسط وندعم اللون مرة الأخرى يعني كنضيف اللون الأبيض مرة أخرى وندمجو نجيب الفرشات نبللها بالماء وندمج المساحة التحت باش تدوب في اللون ونحاول دائما نكرر العملية لاحظو تكرار العملية لأن هالضربات دي السحب كيبقى فيهم واحد النوع دي الموتيف ما كيبانش حتى كيت تدمج وكيتعود يتكرر بهذا العملية بهذا الطريقة دائما نحاولو ما أمكن تستفدو من العمل وتستفدو من كل جزء من الفيديو لا لاحظو توراني العملية الإدماج كنطولها في مثل هالضربات ثم غنعود رسمتني سحب الفوق كيف ما كتشوفو ونحاول نقربهم من السحب اللي رسمت باشي يبانوا السحب يعني تبانوا السحب متداخلة كما ترون ومرة أخرى الإدماج ودائما بنفس الطريقة غنضيف واحد الجزء من اللون الأصفر على الجوانب ديال السحب كيف ما شتو خفيف فقط باش يتدمج ليه مع اللون الأبيض الآن اللون الأخضر والتيركوازو الأسود لاحظو درجة اللون غنعطي اللون يميل إلى الأخضر وغنضيرو فيه الجزء الأعلى من الجبال ديالي لاحظو لأن الجزء الأعلى من الجبال غتكون معشوشبة فيها حشائش وأشجار بعيدة لاحظو اللون مجرد ما وضعته كلون ضل بين الفرق ما بين اللون التحت واللون الفوق لأن هذه المسألة مقصودة وألوان الضل دائما خاصة تكون من نفس عائلة ألوان الضو دائما مني ندير شي لون ديال الضل نحاول نستخرج منه لون الضو باش نخدم بعقلانية وبقانون لاحظو اللون رغم أنه غامق كتبان فيه نكهة اللون الأخضر كما ترون أحبابي ونحاول ندوز الجزء الأعلى دائما باش نبني وحد المساحة ديال اللون الضل تميله إلى اللون الأخضر وهكذا لاحظو كيفاش ننزل اللون بضربات بخطوط وعروق لتحت باش نلعب على هاد المنطقة كلها ندير فيها الحشائش والأشجار غنجيب اللون الأبيض والبنفساجي والأسود ولاحظو عملية الإدماج كالتم بالسكين المتلة الجميلة هاد السكين اللي أصبحت أستعملها استغنيت على الراكلات لأنها أفادتني وساعدتني كثيرا الآن بضربات عمودية لاحظو درجة اللون أولا يعني خالط من الأبيض والأسود والبنفساجي وغالبدا ندير في الموتيف دي الجبال لحضو الضربات العمودية كيفاش غد نبدأ نجيب في عروق باش تعطيني تحديدات الجبال مساحة صغيرة ونحاول ننتقل مساحة أخرى صغيرة طبقة اللون بنفساجي أسود أبيض ولاحظو جرات الفرشات كنحاول دائما نوع ضربات والجرات ولكن مشعلنا سق الدربات العمودية ونخفف من ضربات الفوق لأنني من بعد غدين ملأة الدربات بالأشجار والحشائش وحاولوا ما أمكن تركزوا أحبابي على كيفية عمل السكين والطريقة ديال سحب السكين وجر السكين نحو تحديد الموتيف ودائما نحافظ على المساحة ديال اللون الضل دائما نخلي وحد المساحة ديال اللون الضل كيف ما غتشوفه من بعد أحبابي نفس اللون كنحاول نضيف عليه اللون الأبيض باش نعطي إضاءة في الجهة الأخرى المقابلة للجبال لاحظوا الضربات والنوع ديال الضربات ديال السكين وحاولوا أحبابي تستغلوا مثل هاد السكاكين في العمل لأنها تسهل كثيرا على أحبابي مثل هاد الموتيف والضربات ولاحظوا ولاحظوا اللون وكيف يتنسي جام مع لون العمق ولون الضل والتوزيع وطريقة التوزيع وكيف يتجر السكين عفوا والعمل بها لأن السكين لها دور آخر في رسم المناظر الطبيعية كهذا الحال اللي كتشوف فيها أحبابي وكيف تعطيني الموتيف وكيف تساعدني في مثل هالضربات لما تستطعش الفرشات أحيانا تدير مثل هالضربات كنزيد اللون الأبيض على الطبقة نفسها باش ندير واحد الإضاءة أو لساعات ضوئية ثم اللون البنفساجي والأزرق والتركواز والأسود والأبيض خالات كبير غنديرو باش نحاول ندير انعكاسات ضوئية في الجبال بنفس طريقة ديال السكين وحدى نفس الزوايا باش يبان وحد لانعكاس ضوئي ديال ألوان السماء وألوان البحيرة ويبان التناغم اللوني وبنفس الجرات إلا أنني أحيانا ما كان كترش ضربات كما ترون لا ساعات فقط من الإضاءة باش ندير نعكاس ديال هاد اللون ولاحظوا اللون رخالب رمادي تركواز بنفساجي أزرق الآن لون أبيض والأصفر خفيف كيف ما شتو غنديرو من الفوق باش يعطيني وسالي لي التنوع اللوني في هذه منطقة ديال التحديدات ديال الجبل وكيف ما كتشوف وراني بدلت سكين دلت سكين أخرى كما ترون سكين جميلة رائعة غتعطيني موتيف آخر وتوجه آخر من الضربات ولون آخر كما ترون ثم دي السكين وهي أفقية غندير ضربات ديال التحديدات التحت مباشرة غنبدا من القاعدة ديال الجبال ديالي لاحظوا من التحت إلى الفوق بضربات ولساعات وجرات خفيفة وتعمل تدير مثل هات ضربات باش ندير الموتيف ديالي لاحظوا أثناء الجر كيتكون الموتيف بكل سرعة ودقة لو الأسود غنحدد واحد المنطقة تحت في الجبال مظلمة وغتفرق ما بين الموتيف والميال تحت لاحظوا كيفاش غتبان طريقة وكيفاش غيبان هاد لنعزال ديال اللون غيعزل شكل الجبال على البحيرة تماما وغيبان وحد الشكل رائع كيف ما كتشوفو ثم نوزع اللون الأسود على ما تبقى من ألوان الضل بطبيعة الحال ما نوصلش للون الأخضر الفوق واللون بمجرد ما نشف واللوكبان متداخل كما ترون أحبابي ولاحظوا أي جزئية من الفيديو لاحظوها أحبابي اللون الأخضر ورجعوا نقول لكم الاختيار في اللون الأخضر هنا بشر يتناغم مع المنظر ممكن تضيفوا لي اللون الأصفر أو اللون الأزرق على حساب الحاجة ديكم ولكن يكون متناغم مع اللون الآن غالبدا ندير في مروج وحشائش وأشجار بفرشاة الأنجل ورحضو نحاول ندير زوايا نحدد فيها الإضاءة والانعكاس الضوء دي الأشجار والحشائش لاحظو كيف كنت نضرب دربات ديالي الجميل الخفيفة برأس الفرشات ودائما نحاول ندير العراجات باش نفين تضاريس الجبل كيف هي بمجرد من ضرب دربات ديال الحشائش والأشجار كتبان تضاريس ديال الجبال لأن هاتي الجبال معشوشة فيها حشائش وأشجار كتحدد تضاريس الشكل ديال الجبال كما ترون لاحظو كيف كنمشي مع اللون الأخضر خطوة بخطوة باش نحدد تضاريس الجبال وندير عروق منسابة تحت وفوق دائما ونحاول دائما نكون الموتيف ديالي ما نضربش بعشوائية باش حتى الشكل ديال الجبال يبان وتبان اش من نوع ديال التضاريس بمجرد من دير كتل هنا وهناك ونعراجات وشيء من تضاريس في الجبل او الجبل لاحظو كيفاش نحدد دربات الفرشات دربات الأشجار لون الأخضر الجميل لاحظو لون جميل رائع الآن سنبدأ نوزع بوقع فقط لا سنضرب كتل نضرب دربات خفيفة هنا وهناك نقط موزعة في نواحي دليل لأن الأشجار والحشائش موزعة على الجبل باستثناء الفوق ديل الجبل غتكون واحد الكتلة ديل الأشجار بين بنفس الطريقة وبنفس الدربات كيف ماشتوا أحبابي أحيانا نقلب الفرشات وأحيانا نضرب بالرأس ديل الفرشات كما ترون ثم نهود لتحت بعروق لاحظو زيادة دي العروق لتحت وندخل ما بين التضاريس باش ما يبقى شبان يعني لو نضل داخل الأشجار وتبان وتخرج الأشجار والتضاريس اللي تحت لاحظو ودائما بنفس اللون ونفس الفرشات لاحظو التوزيع ديل الدربات وطريقة التوزيع وما تقيتش دائما بزاوية في الفرشات باش نضرب كنضرب بالفرشات من جميع النوع يمينا نيصار فوق مسطح وهكذا لاحظو الآن اللون تيركواز هندير لون تيركواز ونضيف عليه الأزرق والأخضر باش نبدأ نديره في زاوية أخرى وندير تنوع لوني لللون الأخضر لأنه لأنه ولكن دائما بنفس بنفس طبقة الأولى نديره ونبدأ الآن نوزع في إضاءة باش نبين الشكل العام ديال المنظر ديال الجبال والأشجار والحشائش اللي في الجبال لاحظو كيف نمشي مع الإضاءة بشوية وبضربات خفيفة وما كان كترش من ضربات يعني منطقة صغيرة ونمشي نتحول منطقة أخرى باش ندير تنوع ديال لون الأصفر لأن هاد المسألة هي اللي غتعطيني لانعكاس الضوئي واللسعة الضوئية في المنظر بالتالي اللون الأخضر ياخد حقه واللون الأصفر ياخد حقه واللون تيركواز ياخد حقه كما ترون دائما أحبابي لاحظوا التوزيع لاحظوا أحبابي بكل سلاسة وبكل سهولة كندرب بالفرشات وهي مسطحة وهي يعني على رأس الفرشات الآن سنضيف اللون القرموزي على اللون بيستاش كيف ما كتشوفو وندير فيه ضربات هو باش ندير تنوع ونكمل تنوع اللون ديالي لاحظو هاد الإضافة دياللون في المنظر كيف عطيت وكيف ستكمل الكوكتيل ديال الألوان اللي كانين في الجبال ودائما كيف مشت العملية رتمت بفرشات الأنجولو رائعة وجميلة في مثلها بدربت رجع اللون الأول اللون الأسود والأزرق والبنفسجي والأبيض وندير نعكاس ضوئي التحت في البحيرة بفرشات مسطحة ولاحظو الدربات أحبابي غندير واحد الكمية دياللون تحت مباشرة غتعطيني انعكاس ديال الضل ديال دياللون ونعمم بواحد شكل خفيف باش ندير فراش لألوان أخرى غد ضيف نضيف لاحظو النوع ديال الدربات كيف شك نجر الجرات الخفيفة ونحاول نحدد اللون دائما مباشرة تحت الجبال وهذا الفرشات المسطحة تعطيني الموتيف ديال الدربات وتحدد لي دائما اللون ديال الإضاءة واللون ديال الظل اللون تيركواز سنضيف على الكوكتيل ديال الألوان ونحاول كذلك ندخل في المجموعة ديال الألوان باش يكون لي واحد كوكتيل اللوني في البحيرة وهذا الألوان كلها كيف ما غتشوفوا غادي ندمجها بفرشات مبللة بالماء لاحظوا كيف نضرب بي ضربات زيك زاق باش تبان لسعات ضوئية في الميال تحت الآن فرشات مبللة ونبدأ ندمج في اللون قال الألوان غا ندمجها باش نعطيه واحد لميساحة تركواز ما تبقى تبان يعني كوتل فقط كالتدمج ويبان تأثير لك لسعات ضوئية أو لسعات ضوئية في المنظر لاحظوا العملية الإدماج الآن اللون الأبيض بنفس الفرشات اللي دمجت فيها جرات عمودية ولاحظوا الجرات الموتيف دي الجرات خاص نحافظ عليه ما ندمج بكيفية كبيرة لأن هاد الجرات كتعطيني اللسعات ضوئية اللي كينا في المياه في البحيرة اللي غتجي من يعني أسفل الجبال اللون دي الأسفل الجبال كين عكس على المياه لاحظوا كنحاول نجر وندير زيكزاق عملية زيكزاق باش يبال لون الأبيض كذلك مدمج في المياه وعنده انعكاس ضوئي في المياه نزيد ندعم اللون مرة أخرى باللون الأبيض لاحظوا وزيكزاق باش ياخد كل لون الحق دياله في المساح لأن اللون الأبيض خاصو يعطينا انعكاس اللون الأبيض اللي كان في الجبال هو بنفس جوة لكن خاصو يبال في المياه بهالطريقة وفي البحيرة بهالطريقة ثم اللون الأخضر اللي غيبقى هو اللون الأخير اللي غد ندير باش يعطي كذلك الحصة ديال انعكاس دياله في المياه لاحظو الكيفية ديال الضربات كنضرب عمودي وفوقيا زيجزاق وهكذا وكل اللون خاد الحق دياله في المياه التحت كتبقى العملية الأخيرة إيا الخطوط ديال اللي انعكاس اللي غنديرها بالسكين غندمج اللون لاحظو إدماج اللون الأخضر بكيفية سهلة وسالسة لاحظو باش نوزع اللون مزيان وتبال المساحة اللي لسعة الضوئية ولنعكاس الضوئي وبهكذا نكون ختمت المنظر طبيعي ديالي أحبابي أحبابي في الله نتمنى من الله تكون الحلقة عجباتكم والمنظر كذلك والسفت ومتدرت ما تنسوش اشتراك في القناة والضغط على زر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة